اشتركوا في القناة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعم كذلك ان الحمد لله قريب من سورة الفاتحة وتسمى ام الكتاب ام القرآن ما معنى هذا كل ما في القرآن موجود في هذه السورة التوحيد التحذير من الشرك وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الوضواء والسر على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة النار الاسلام الايمان الاحسان التحذير من الضلال التحذير من مشابهة المشركين التحذير من الفرق الضالة الاجتماع وعدم الفرقة على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم الجمع بين الشرع والقدر كل ما في القرآن في هذه السورة ولهذا تسمى ام القرآن ام الكتاب السبع المثاني لنا من سبع آيات والصحيح ان البسمة ليست من الفاتحة الدليل ان الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم لا الحمد لله رب العالمين وفي حديث انا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين نعم تسمى ايضا بماذا تسمى الرغية قال وما يدريك انها رغية وتسمى الصلاة كما ذكرنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين اشتركوا في القناة